مقتدى رياض موهبة عراقية ميسانية كان واثقا بما يكفي لحمل راية الوطن التي مثلها خير تمثيل وذلك بحصوله على المرتبة الأولى في المسابقة العربية الخامسة في الشرق الأوسط في برنامج سمارت برين التي جرت مؤخرا في دولة الإمارات أنا اسمي طالب مقتدى رياض صبر يونس الكعبي من عراق ميسان العمارة نسجل بحساب الذهني سمارت برين الأول على الدول 20 دولة والحساب الذهني ماخت الكاس الأول وهديه والأبوي والمامة والكل الكره من العراق أهديه علامات الذكاء بدت مبكرة منذ بداية طفولته الأمر الذي جعل أهله يولونه اهتماما خاصا حيث قاموا بتسجيله في مراكز الحساب الذهني في المحافظة من أجل تنمية مواهبه الذاتية في دولة الإمارات استضافت هذا الشيء كانت دول مشاركة ما يقارب 20 إلى 21 دولة من ضمنها السعودية البحرين قطر الكويج هذه الدول كلها كانت مشاركة والحمد لله تم توفيقه للنجاح بالنسبة للفل المالي والعمر اللي عليه هو من بعد الأمر من النوع اللي نبه من النوع اللي يلتقط الشيء اللي مر عليه لذلك شجعني أنه أنا أول ما بادره في محافظة ميسا وبتحقيقه لهذا الإنجاز يكون المتسابق مقتدرياض قد عبر عن قدراته وإمكاناته في اختبارات الذكاء والحساب الذهني في المسابقات الخارجية لبرنامج صباح الخير يا عراق محمد الشبلي ميسان